يعني الحديث عن الكورن عايزة أبدأ مع حضراتكم أنا وكريم ونتكلم أن خلاص يعني انتهت مرحلة طبعا دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا زي ما حضراتكم تابعين ويكتمل عقد الفرق المتأهلة لمرحلة دوري المجموعات حابين بقى كده أو خلينا نروح لتفاصيل أكتر ونلقي نظرة سريعة عن الأندية المتنفسة والأكيد هيكون برضو بينها موجهات قوية جدا محتملة خلينا نبدأ بتأهل طبعا الأهلي بعد فوز وذهابا وإيابا على سان جورج الإثيوبي بسبع أهداف وتأهل كمان من مصر أو تأهل من مصر كمان نادي بيراميد لأول مرة وأنا سعيدة على فكرة كريم بالخبر ده جدا بعد تخطيق الجيش الرواندي وعمل مباراة بصراحة كبيرة جدا فيه الإياب كسب 6-1 برضو سكور رائع جدا تأهل من المغرب عندنا الوداد طبعا وصيف دوري أبطال إفريقيا الموسم اللي فات وأكيد برضو هيكون من أهم المنافسين في البطولة لأنه طبعا حامل لقب النسخة قبل الأخيرة تأهل كمان من تونس نادي التراجي بعد ما تخط عقبت دوان بطل بركينا فاسو وما لننساش برضو أن التراجي خلينا نقف هنا شوي هو لعب نصف نهاية النسخة الأخيرة ونجح كمان النادي الأهلي في الفوز عليه ذهابا وإيابا فكلها منافسات أعتقد يا كريم وأندية لها وزنها ولها قيمتها وتنفسها فعلا هتكون قوية جدا وعلى فكرة مش التراجي فقط اللي ترشح من تونس كمان من تونس تأهل نادي النجم الساحلي اللي تخطى الجيش الملكي بطل الدوري المغربي وأكيد طبعا النجم الساحلي باسمه وبتاريخه وفي البطولة دي كمان بصفة خاصة أكيد حيبق من الأندية المرشحة بقوة لبلوغ الأدوار النهائية كمان تأهل سانداونز جنوب إفريقي بعد ما تخطى منافسه باطل بروندي وسانداونز الحقيقة واحد من أبرز الأندية اللي دايما بتكون مرشحة للحصول على لقب البطولة وده بشكل دائم والحقيقة عندهم سكوات قوي جدا جدا وإحنا شخصيا كالنادي الأهلي لنا أكثر من تحدي في كل بطولة أمام هذا الفريق وبالمناسبة احتمال كمان تبع فيه مواجهة محتملة معنا في دوري السوبر الإفريقي إذا لم تصح الأنباء المكتوبة والمتدولة عن انسحاب بلغات النهاردة مش متأكدين من مدى دقة وصحة هذا الخبر صحيح برضو خليني أكمل من الأندية المتأهلة والمتوقع أن هي تكون متواجدة بقوة في النسخة الحالية عندك مازينبي مثلا الكنغولي صاحب يعني هنا بنتكلم الخمس ألقاب قرية في دوري أبطال إفريقيا تهل كمان من السودان نادي الهلال اللي بشكل مستمر بيكون موجود معنا في المجموعة ودي معرفش صدفة لا بس برضو بتبقى يعني حاجة أكيد بالنسبة لنا ممتعة وكمان لعب معنا النسخة الأخيرة لحضراتكم فاكرين ونجحنا في الفوز عليه في مبارات العودة كانت بثلاثية رائعة جدا وقتها لأن كمان المتش ده تحديدا مش كان بس سكور حلو كان يعني لعب حلو فنيا وكمان السكور كان رائع تهل كمان نادي أسك بطل قادف وار ونادي يونج أفريكانز من تنزانيا وهو وصيف طبعا البطولة الكنفيدرالية النسخة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة تهل كمان معه يعني مواطنه بقى من نفس البلد سينبا اللي حيلعب معنا إن شاء الله المتش الدور ربع النهائي في دوري السوبر الإفريقي يعني محتمل نحن نلعب كمان مع سينبا في دوري الأبطال ودوري السوبر الإفريقي فلسه لسه قدامنا نحن لسه بنقول يا هادي طبعا يعني أعتقد أن مشوار لسه بيبدأ خلينا نقول كده هو مشوار بيبدأ بس مشوار أنا متفائلة به زي ما قلت لك أنا حاسة إن شاء الله النادي الأهلي هذه النسخة أو خلينا نقول هذا الموسم إن شاء الله يقدر يتقلق بفارق كبير جدا من كنا أطلقنا على الموسم اللي فات استثنائي معرفش لي ويمكن يعني أكون صادقة ويمكن لأ بس الموسم ده أنا أشعر أن إحنا هنحقق يا كريم مع الأهلي أفضل بكتير بإذن الله من اللي إحنا هنحققنا الموسم اللي فات ما نعرفش بوقتها هنسميه إيه يعني بس سوبر استثنائي آه والله ما لديه حل تاني موارحية بعد الموسم اللي فات أنا واحد من الناس ببقى مندهش طب إحنا كجماهير بنطالب النادي الأهلي بإيه تاني أكتر من كده يعني هيوصل بنا فين الأهلي لما هو أبعد من اللي تحقق حتى هذه اللحظة لكن طبعا أكيد زي ما نها وانده بتقول أكيد كلنا عندنا يعني عشم كبير وعندنا أمل كبير وكالعادة النادي الأهلي أدها وقدود برضو نعرف حضراتكم بقية الأندية المتأهلة من ضمنهم جالكسي من بوتسوانا ده النادي الأقصى أورلاندو بيرتز من جنوب أفريقيا نادي نوازيبو من موريتانيا اللي تأهل لأول مرة في تاريخ الأندية الموريتانية لمرحلة دوري المجموعات نادي ميديا ما من غانا اللي أقصى حرية الغيني طبعا بيترو أتلاتيكو الأنجولي اللي موجود بشكل يعني شبه مستمر تحديدا في مرحلة المجموعات في كل نسخة من هذه البطولة وفي النسخة الأخيرة لعب طبعا الدور قبل النهائي أمام الوداد وأخيرا نادي شباب لوزداد الجزائري اللي الحقيقة سجل حضور مميز جدا في آخر نسخة من هذه البطولة يعني احنا كده باختصار بنتكلم مع حضراتكم في أن فيه أكتر من سبع أو تمن أندية مرشحة فوق العادة زي ما بتقال للعب المباراة النهائية طبعا أبرزها أكيد النادي الأهلي ومعها سانداونز والوداد والترجي والنجم السحلي وبيرامدز ومازينبي مع الوضع في الاعتبار قد يكون فيه أي مساحة لمفاجآت غير متوقعة خصوصا من بيترو وكمان شباب لوزداد وأسك قدينا على كل أحوال حنتابع ونشوف إن شاء الله قرعة مرحلة دوري المجموعاتي من جمعة اللي جاية هتصفر عن إيه وإن شاء الله تصفر عن كل خير بإذن الله